ومن واشنطن ينضم إلينا خالد خيري مراسل الغد خالد لدينا بعض التفاصيل لكن نريد المزيد منك ما هو المتوفر عن طبيعة هذه العملية وهل ما زال القاتل طليقا حتى الآن نعم ياسر في الواقع المعلومات المتوفرة حتى الآن أعلنها منذ قليل قائد شرطة أبردين الشرف جيفري جهلر وقال إن المشتبه به حاليا في حالة صحية حرجة في المستشفى يطلق أو تطلق العلاج لم يصرح عن هوية مطلق النار هل هي سيدة أم رجل أيضا تم التأكد أنه يوجد ثلاثة قتلى حتى الآن وعدد إصابتان وربما الإصابات مرشحة لزيادة ولكن هذه المعلومات المتوفرة حتى الآن التهديد انتهى وما تشاهده على الشاشة هو عمليات وقائية من الشرطة في محاولة للعثور على أدلة في موقع الحادث ولكن الشرطة أعلنت أن التهديد قد انتهى والمشتبه أو المشتبه بها أو المشتبه بها عفوا في حالة صحية حرجة في المستشفى لم يوضح قائد شرطة مدينة أبردين في ولاية ميرلند بأن هل الشرطة أطلقت النار على الشخص أو الذي أطلق النار أم هي أو هو أطلق النار على نفسي أو على نفسها هناك معلومات مبهمة حتى الآن دوافع الجريمة ليست واضحة ولكن كما ذكرت لك عدد القتلى ثلاثة هناك يوجد جريحان وكذلك المشتبه أو المشتبه بها في حالة صحية حرجة وتطلق أو يطلق العلاج في إحدى المستشفيات في ولاية ميرلند خالد سؤال عابر إذا تفضلت لماذا ولاية ميرلند تحديدا تشهد حواث إطلاق نار بشكل متكرر من وقت إلى آخر في الواقع ياسر ليس ولاية ميرلند نحن الآن تقريبا الثانية عشر ظهرا أو بعض قليل وهناك ثلاثة حوادث أو جرائم تم استخدام السلاح فيها في ولاية بنسلفينيا وهنا في واشنطن وفي ميرلند السلاح كما تعلم منتشر ويسمح باقتنائه وبشرائه ولذلك يتم استخدامه في حدوث أي خلافات ربما على المقاهي في المراكز التجارية بين الأسر في عدد كبير من الشركات وبالتالي نسمع يوميا فيه حتى وسائل الإعلام المحلية في الولايات المتحدة عن قتل في الشرطة وفيه بين المواطنين وبين العاملين وهذا يعني مثار قلق لدى الأمريكيين وقضية انتشار وشراء السلاح من القضايا الأساسية التي لم تعالج حتى هذه اللحظة ولم تستطع أي إدارة أمريكية ولا حتى هذه الإدارة إيجاد حلول لما يريد المواطنون من عمليات تقنية لشراء السلاح أو على الأقل وضع حد أدنى لسن من يشتري السلاح خالد خيري مراسل الغد شكرا جزيلا تحدث إلينا من واشنطن شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر